بس خلا ساب الكرة وراح كرة اليد وبعدين كان مزيع شغل في الإعلام طب سبت الإعلام ليه؟ وراح للنار النار ده اللي هو النشاط الرياضي عارفين يعني إيه؟ مدير فني للنشاط الرياضي 19 لعبة يعني إيه 19 لعبة بيفرغوا لعيب المنتخب لازم يحقق نتائج ملوك الصلاة بيوفر في السفريات لازم يبقى موجود في كل كبيرة وكل صغيرة فبرك يا أخي بخالد أخبار إيه؟ عايزة نام عايزة نام أنا عارف إن إنت جاي ويعني على أخرك لأ والله بص يا كابتن أنا جاي بصراحة الأول مرة في الإعلام سهل ما اشتغلت أول مرة أول مرة وأنا بقولت إيه؟ أقولها ثالث أنا جيت حشان خاطر كابتن مصطفى عبد هو يعني ما ينفعش ربنا يا حاجة تقول في برنامج وتقول لي تعالى وأنا مجيش يعني حاجة إنت كابتن كبير وحاجةك عارف وأحكي لك موقف في البداية يعني زمان وأنا صغير 78 78 78 78 كنت في البيت وأنا كنت عضو في النادي 78 دي كان الأهلي بيلعب كاس مصر مع الزمانك 4-2 4-2 يا سلام وأنا بيتنا في العجوزة يا كابتن مصطفى يعني بعدي كبري وبروح بقى وكده وكنت في النادي مشترك وعضو وكل حاجة كان سنة كم سنة؟ كان 8 سنة بقى 8 سنين كنت 8 سنة أصغير كابتن من أولادنا بقى بالضبط شفت حاجة وانت بتلعب وجيت المدرجات واتفرجت على كابتن الخطيب لأ يعني كنت كروي فظيع يعني فتباش عين دي جيتوا بالإزوبيس لو تشتكر كابتن دي دخلكوا لغاية لحد جوه الملعب جوه بالضبط كما بقبت اللبس بالضبط الباب يفتح من الباب للباب بالضبط فالباب بالتويس يفتح أنا بقى تزنق نفسي وانتوا غازلين وحتى أزدق نفسي اللي شافني بصراحة كابتن الخطيب كنتين صغير كده شدني أما يدخلني جوه قط اللبس ياهي وأنا مشوفتك أسعب أسعب ده إزاي يا كابتن أسعب أسعب على حياتي وانا بسلم عليكم بصراحة شديدة كان الموقف ما ينسوش في حياتي الموقف ده يعني بص يا كابتن هو ده النادي الأهلي يعني هو شافه ولد صغير وبتاخدوه دخلوه قط اللبس بالزحمة اللي كانت موجودة زحمة كبيرة وكلاوي كانت بطولة عزيزة جدا أوي 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 كان مطش جميل أنا فاكره كبيرة جدا أنا مش عارفة عاوزة أبدأ معاك منين ولا منين لأن أنت عندك حاجات كتيرة جدا لكن هقول أنت بدأت في الكورة حصل مزبوط حصل كان سنك كم سنة بص يا كابتن كان سني بالزبط أنا بدأت في النادي في حاجة اسمها نادي براعم نادي براعم ده كنا بنلف على كل الألعاب معادة كورة القدر داخل النادي داخل النادي كان الكابتن ساميل عبد الربو هو مدير المشاطر ياري رحمة الله عليه أنا فاكر كويس جدا وبعض وفي كباتر موجودة بادام شاديها بادام هناء الأسماء بالإسم كابتن معهود فهمي كابتن راحا مدير متواجدين معايا النهاردة أنا المدير وهم معايا فمشاطر ياري هم اللي ربوني في حاجة دي فبدأت رف على كل الألعاب كويس ما كنتش إسا استقاريت على اللعبة شوية زقيت نفسي وبقيت على هندبول وقيت لعب سنة كان عندي ساعتها من سبعة لثمانية كويس بس الهندبول لعبة عنيفة رحت بقى أنا رحت وقى عايز أجيب إجوان وعايز ألعب وطنطط زي إيه لسا بقى هاقولك بقى كورة وبيجيب فلوس وقصد الكورة دي ما قولها والله العظيم دحك المهم فروحت يا كابتن مصطفى يعني خلص وعبت هندبول سنة وعد السنة رحت أنا واحد صاحبي كان يعز علي قوي الاختبارات بقى الكورة مع الله رحمه كابتن مصطفى أيوه بالظبط والملعب بقى وستاذي تيتشو كل الناس زحمة وكان لسا عندنا نادي واحد زي كان ملعب واحد ملعب واحد بس والملعب التاني اللي هو كان الهوكي دا الهوكي بالظبط اللي بقى جنين دلوقتي فروحت هناك واختبرت وتمام تمام وكويس خرجت أنا اختبرت جول كيبر وصاحبي ليه خدت جول كيبه معرفش ألا كنت هو كيبر جاب ما كان عندنا الله رحمه السابق وكرامي أيوه يعني بدا كانوا بيتمرمطوا يعيني كنت بفرج عليهم دايما في المدرجة فالمهم وصاحبي كان راح يلعب ما خدهوش يعني تلتين دخلتوا الاختبارات دخلنا مع بعض ما خدهوش أنت انجحته هو أنا انجحت آه تمام وكابت المصطفى حسين قالي تمام ورقك واختباراتك وعايزين السور وكل حاجة وانجحت فجول كيبه آه آه تمام روحت بالليل لعب بعصحابي لحيت صاحب زعلاني اسم وميده هو بالمجازبة يعني اسم وميده آه اسم محمد السيد فقال لي يعني انت هتسمي يا هشوفت لها تلعب كرة انت بصلت له كده قلت له إزاي ما ينفعش يا اه احنا اول الله يا كابت المصطفى قلت له عبدالله عواضي في الهندبول بقالنا السنة انا وهو بتمره عواضي اه المهم قلت له يعني كنا تمام قال لي تمام تاني يوم رحت النادي راح محب الهندبول قابلني مين كابت المصطفى حسين كان بكتابه في المقصورة ايوه ايوه بالضبط ده حاجات الأديوة بقى انا انت بتفكر ده بزمن بقى بس بقول للسادة المشاهدين اه احنا قد ايه كنا عايشين في النادي ده اكلين شربين نايمين انا احكي بحاجات كتيرة جدا جدا جوا النادي وانتوا لعيمت كرة واحنا عادينا عند ملعب التنس وانتوا متعدوا والناس شائفاكوا كنا كنوها أسرة شوية مختلفة كانتوا مصطفى بصراحة شديدة بكلم بأمانة عن الوقت اللي احنا فيها لا ده انا عزولك على حاجة كمان احنا بالنسباننا كل الألعاب كلها بش لعبت الكرة بس كان حد يقدر يروح المبنى الاجتماعي هناك لا فيش حد يقدر يروح الا بإذن صح لو فيه تجمع بالروح ايوه مفيش بحدش المبنوع يعدناك خلاص ده حدودك اه ده حدودك المهم فتاني يوم كابت المصطفى حسين قابلني انت فين يا ابني مجبتش ورعك ليه يا كابت المصطفى حاضر فجريت دي رحت بقى باندود بعدية بيومين شافني ومجبتش رحت جبت حاجة اه قال لي تعال هنا انت بتعملش انت زي بقيتش ورعك انت لو مجبتش ورعك هلا بش دخلك النادي قلتول انت بش دخلني النادي ليه يا كابت المصطفى حملت ايه يقول لي عشان مش عايز تلعب كرة قلتول انا كابتن انا عاضر انا مش عارف اتكلم انا وريس عالي السوار بقى وحد يجري بزعالي في النادي واحنا عندنا الكيمير لما يتكلم لا لا خلاص كل يحترم لفش طبعا طبعا وكابتن مصطفى حسين اسم كبير ربعا 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 يا ربعا يا حسين يوم فقلت له بقول لي حاك يا كابتن حاضر كان الكلام ده كابتن يوم الاربعة وقال لي انت لنزجي ورقك بخرة عشان يوم السابت هتسابل معنا مارسة متروح كان المعسكر هناك المعسكر بيود السواري حاضر كابتن مصطفى يوم الخبيس مجيتش النادي الجمعة مجيتش النادي السابت سألت واحد صاحبي ورحت كده على بواب النادي ببرة وفرقة الكورة العيالي السوارة مش هو قال لي قول لي مش قولت داخل المادي اخدت بحضي ودخلت على جواب بعد ياب اسبوع رجع من المارسة متروح او عشر تيام حاجة زي كده كان بقود اسبوع او عشر تيام بالظبط رجع لقيته جاي لي ملعب الهندبول وبيزع ده قصدك بقى ده قصدني اه وانت زاي قلت له يا كابتن بوضك يا قابتن مصطفى هقولك الصراحة قال لي قول قلت له انا مش عارف هلعب كورة ليه انت قول كويس وانت احمق وقعادي بص قال لك مدع فيا المهم قلت له بصة الاخراء دي لعشاني صحب قال لي انت هتعرف في يوم الايام ان انت فكرت غلط قلت له تمام لما كبرت قرفت ان هو كان صح وده اللي غلط طيب انت مبدأت كورة في الشبارع في الحارة في المرحب بص بيتي في العجوزة وكنت في مدرسة القربان وكنت في مدرسة في الابتدائي جنب مدرسة ما العجوزة كل واحد بيختار اللي هو شايف مناسب ليه انت كان قدامك الكورة كورة القدم قدامك الهندبول بس كورة القدم عارف اللعبة الشعبية بتاعتنا كلنا واللعبة اللي اتنور والنادي الاهل يتعرف من كورة القدم طب انت مفكرتش في وقت والاوقات انه ممكن الكابتوم الصفح سيني يشوفك في اي حتة من حتى دي يقولك لا مش هتلعب الا كورة القدم اه اه فكرت طبعا بعدية قبول حاك فكرت يوميها ورحت قلت له صراحة خلاص قلت له قبط المصطفى انا حيز اقعد مع صحابي قال انت فكرت خلط انت اعترف يوم ايام فكرت قلت له في حلم قال اقول حاك لما كبرت قال انت فكرت خلط بس خلاص اعمل ايه قال انت قرار خلاص قال انت قرار خلاص هو مزا كابتل هنا الحياة قرار طبعا فالقرار المتاخد خلاص بس ربنا كرمني اكيد في السكة اللي رحت فيها يعني كرمني كرم كمير كمان طيب رجعت تاني لكورة اليد بعد ما كابتل مصطفى حسين قاعد يطردك من هنا الهنة لحد ما خلصت خلط في كورة اليد وضحيت عشان صاحبك الصغير دوت سيبت كورة القدم وروحت عشان تلعب معا كورة اليد عشان ما تسيبوش لوحده ايه ما تسيبوش لوحده كابتل مصطفى حسين حبي يضغط عليك وعشان تخطط ما تروح ما تروح ما رحش ما رحش ما تروح